اهلا وسهلا بكم يسعد اوقاتكم بالحلقة الثانية والتي نتحدث بها عن حقوق الصحة الجنسية والانجابية للنساء ذوات الاعاقة والجديد بالذكر بان هذه الحلقة تأتي ضمن برنامج صحة نحيا مع جمعية نجوم الامل لتمكن النساء ذوات الاعاقة وسنركز في خلال هذه الحلقة الحديث عن السياسات النظمة للحقوق الجنسية والانجابية في فلسطين وايضا سنتحدث عن مدى وصول النساء ذوات الاعاقة اليها وبالتفاصيل سنركز على دراسة قامت باعدادها جمعية نجوم الامل للحديث عن الحقوق الخاصة بالصحة الجنسية وأيضا الإنجابية للنساء ذوات الاعاقة في السياق الفلسطيني وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني الترحيب بالأستاذة حلا علي وهي باحثة في جمعية نجوم الامل لتمكن النساء ذوات الاعاقة والأستاذة مي عواد مستشار قانوني في جمعية تنظيم وحماية الأسرة أهلا وسهلا فيكم معي يعني بالبداية دعيني أبدأ مع الأستاذة مي ونتحدث عن السياسات الناظمة للحقوق الجنسية والإنجابية في فلسطين بداية لما نتحدث عن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية هي حقوق إنسانية عالمية غير قابلة للتجزئة هذه الحقوق هي عبارة عن حقوق إنسان هي تستند على العديد من المبادئ الأساسية ألا وهي المساواة وعدم التمييز ما بين الرجل والمرأة وأيضا في الحقوق والانتزامات وأيضا مبدأ حرية الاختيار ومرعاة خصوصية كل من الأطفال وكبار السن وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة لما نتحدث كمان عن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية نحكي عن الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه الحقوق منها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان طبعا عند التوقيع على هذه الاتفاقية هو أمر ضروري للالتزام بتنفيذ بنوء وبنود هذه الاتفاقيات الدولية من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة جميع العقبات القانونية التي تحول دون الحصول على هذه الخدمات ولما نحكي على توقيع على هذه الاتفاقيات، نحكي على أن يكون فيه التزام وإعمال وحماية لبنود هذه الاتفاقية على أرض الواقع من خلال بأنه يكون في عنا توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بشكل ملائم أي يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بأنه تكون هاي الخدمات متوفرة بأنها تكون هاي الخدمات أيضاً إمكانية الوصول لإلها تماماً رح نتحدث بتفاصيل خلال لقائنا عن موضوع إمكانية الوصول ومدى وصول النساء ولكن قبل هيك دعينا نعرج على هذه الدراسة التي قامت بها جمعية نجوم الأمال حول ما يتعلق بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية في السياق الفلسطيني فلو تحدثينا بشكل عام عن هذه الدراسة إذن أستاذة حلا تغضلي أول شيء مرحبا في البداية الدراسة مختصة بالنساء ذوات الإعاقة وموضوع وصولهم لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية والدراسة بشكل أساسي ركزت على ثلاث محاور أساسية هي نطاق السياسات أو التشريعات المحلية النظمة لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية والنقطة الثانية هي محاولة معرفة شوية الخدمات المتوفرة فيما يتعلق بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية في فلسطين والنقطة الثانية هي كيف بتوصل النساء ذوات الإعاقة لهذه الخدمات وإذا في وصول أو ما فيه وصول طبعا هذه الدراسة عدتها مع زميلي فراس جابر هو باحث مؤسس كمان في مرصد السياسات الإجتماعية والإقتصادية والدراسة بشكل عام هي دراسة سياساتية انبنت على مفهوم الصحة الجنسية والإنجابية بإطار الحقوق أهم النتائج اللي تلعت فيها الدراسة ويمكن رح نحكي عليها بالتفصيل لاحقا بس بشكل أساسي هو أنه الخدمات الموجودة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية محدودة والمؤسسات والجهات اللي بتقدمها كمان يعني محدودة وبتجهة أكتر للصحة الإنجابية مش للصحة الجنسية في فئات معينة كمان محرومة من الوصول لهذه الفئات ومن أهمها طبعا النساء ذوات الإعاقة بعرف أشي يمكن هذا بشكل مختصر النتائج ممكن لحظة نقوم بتفصيلها الدراسة بشكل مبدأي تشير إلى أنه هناك قصور بما يتعلق بالصحة الجنسية لنساء ذوات الإعاقة سوى التشريعي وكمان الخدمات المتوقفة سنكمل بتفاصيل ونخذ بكل هذه الأمور ولكن دعونا مع بعض نحضرها التقرير لأعدته زميلتنا أمية المصري بعد ما صلتنا الضوء على أهمية التوعية بالصحة الإنجابية والجنسية لذوي الإعاقة كان مهم نسمع رأي المغتصين بالتوصيات اللي بتتعلق بالقوانين الخاصة لحماية النساء ذوات الإعاقة وتأمين وصولهم للخدمات المتعلقة بحقوقهم الصحية والإنجابية أول شيء يجب أن يكون فيه سياسات وقوانين واضحة هذا واحد اثنين يجب أن يكون فيه متابع لهذه السياسات ثلاثة يجب أن يكون فيه تسهيلات مساعدة عند المراكز الطبية إذا وصل واحد من ذوي الإحتياجات الخاصة يقدر يطلع وينزل بسهولة ليس يكون فيه دراج وفيه كل هذه الشغلات الصعبة هذه يجب أن يكون فيه كل هذه التسهيلات الموسائل النقل العامة يجب أن يكون فيها شيء لأنه ليس كل ذوي الإحتياجات الخاصة يقدروا يتكسب رايفة وينزله وينزله ويطلع بوسائل المواصلات العامة لازم يكون فيه تسهيلات في هاي وسائل المواصلات اللي يقدر يطلعوا ييجي هذا كتير مهم وأهم من هذا كله عمل حملات طوعوية كبيرة في المجتمع الحملة تشمل مش بس فئات المجتمع العاديين تشمل الكوادر الطبية تشمل التعليم وكل ما هو في التعليم في المدارس على دامج الثوء والإحتياجات مع الطلاب العاديين وتوعيتهم كيف يتعاملوا معهم هاي الحملات اللي تغير مفهوم الوصمة أو العار أو النظرة اللي بتخلي اللي عنده احتياج خاص يحاول يمكي ماش ويبقى قاعد في البيت لازم يكون فيه تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم أربعة المعمول فيها حالياً تم جراء تعديلات بما يتواءم مع الاتفاقية الدولية الحقوق لأشخاص ذوي الإعاقة ولكن هذا القانون لحتى الآن هو في أدراج مجلس الوزراء لم يتم التوقيع عليه من قبل الرئيس لأن أصحاب القرار هم بفكروا بكذيش بيكلفهم هذا القانون حالياً ولو بيطلعوا ببعد تنمى وبعيد الأمد هذا القانون بيكلف المراحل الأولى ولكن على المدى البعيد لما إحنا بنمكن الأشخاص ذوي الإعاقة بتكون تكلفتهم علينا أقل السياسات والبرامج والإجراءات التنفيذية لهاي القانون وقانون العقوبات للناس اللي ما بنفذوا القوانين هاي الأشياء بتساعد من ناحية أشريعية على وصول ذوي الإعاقة بشكل عام لحكم في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية فناشد المؤسسات العاملة في قطاع الصحة الجنسية والإنجابية سواء حكومية أو قطاعات خاصة بتشكل على القطاع الصحي اتوائم بشكل شمولي كافة خدماتها وتأخذ بعين اعتبار أن هناك أشخاص مختلفين لديهم قدرات وعندهم احتياجات وعندهم حق لإلهم لازم يوصلوا لها عشان خدمات المؤسسات تكون قادرة تتحقق هاي الحقوق للأشخاص والإعاقة بكافة عنوانها نعم يعني الضيوف اللي كانوا معانا بالتقرير عندهم يعني بعض الملاحظات ويعني مش نسمع منكم أيضا ملاحظاتكم وتعليقكم على كلام للضيوف بما يتعلق بتطبيق التشريعات والقوانين التي تحمي النساء ذوات الإعاقة وذوي الإعاقة بشكل عام نبدأ مع الأستاذة ما يعود يعني فيما يتعلق بعدم الوصول للخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة هو يعتبر انتهاك وشكل من أشكال العنف الموجهة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بالمادة التاسعة من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت على أن الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تميز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الرأي السياسي أو اللون أو الإعاقة وأيضا تعديا على المادة الثانية من قانون رقم أربعة لسنة 1999 بشأن حقوق المعاقين للأسف هذا تسمية القانون والتي نصت في المادة الثانية منها على أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا في منع الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات المتساوية تميز على أساس الإعاقة بالضبط بالحصول على الخدمات المتساوية والحقوق أيضا المتساوية بما في ذلك الحياة والعيش الكريم والخدمات المختلفة كثير على أرض الواقع بواجه الأشخاص ذوي الإعاقة عقبات أو طائفة من العقبات اللي بواجهوها أثناء حصولهم على حقوقهم أو الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية من بين هاي العقبات أو المعيقات اللي بيواجهوها أحيانا بيكون من قبل مقدمي الخدمات سوف نكون في قصور من قبلهم لفهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو عدم الوعي والإدراك بحقوقهم أو أحيانا الوسم والتمييز من قبلهم اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة لمبدأ حرية اتخاذ القرار الذي يعتبر حق من حقوق الصحة الجنسية والإنجابية في كثير من الأحيان في الأمور اللي بتخص إجراءاتهم ممكن أن الوالدين أو الأوصياء أو الطبيب هو اللي يقرر عنهم أود أن أنتقل إلى حضرتك وأنا تحدث أكثر عن الدراسة في السياق الفلسطيني كيف هي من المنظور الفلسطيني؟ يعني في البداية نحن نعرف أن الواقع الفلسطيني أكثر تعقيدا من أي مجتمع آخر بسبب بداية وجود الاستعمار في أن البنية السياسية واقتصادية ضعيفة بالتالي إمكانية أن نقدم خدمات على مستوى مرتفع خليني أحكي ضئيلة بسبب أنه ما في عنا الإمكانيات ممكن الاقتصادية وما في عنا كمان التنظيم السياسي المستقر بالتالي كان في إشكالية تتعلق بمثلا السحة بشكل عام في فلسطين فكيف لما منحكي عن بند من ضمن الإطار الصحي العام أو الحق في الصحة ففي إشكالية كبيرة بموضوع حقوق الصحة الجنسية والإنجابية أنه أصلاً مش مطروح هو أصلاً عالمياً مش كثير حديث ولما بلشوا يحكوا عن موضوع الصحة الجنسية والإنجابية حتى بالعالم كان بهدف أنه كان فيه تخوف من الزيادة السكانية فبالشوا يحكوا عن هذا المفهوم بتنظيم النسل بعدين طبعاً بلش يتوسع هذا المفهوم لا يشمل سلة أو رزمة من الخدمات بشكل عام فبالتالي إحنا بنحكي عن مفهوم جديد ومنحكي عن سياق معقد ما فيه إمكانية اقتصادية فيه معيقات احتلال الأشخاص اللي إعاقة فيه عندهم كثير تحديات ومن أبرزها المجتمعية ورصدة الدراسة أيضاً يعني بعضها لربما بما يتعلق بالمعيقات المجتمعية للنساء ذوات الإعاقة في فلسطين بأن يحصل على حقوقهم الصحية إن كانت الجنسية أو حتى الإنجابية طبعاً كانت الدراسة ما بتركز على الجانب الاجتماعي كتير الدراسة كانت دراسة السياساتية أكتر يعني هدفها رصد السياسات والتشريعات والقصور الموجودة على هذا المستوى والخدمات وإمكانية الوصول بس عشان أنا ما يعرفش إذا بقدر أحكي كمان عن المجموعات البؤرية اللي عملت مع النساء ذوات الإعاقة إحنا عملنا تقريباً أربع مجموعات بؤرية تنتين في الضفة الغربية وتنتين في غزة مع نساء ذوات إعاقة بس كان واضح مثلاً أنه فيه معيقات بتتعلق بإمكانية طرح المفهوم طرحه بشكل عام أوذيش أنا بقدر كمرأة ذات إعاقة أناقش هاي الأمور في أبعادها مثلاً مع الأهل مع الأصدقاء كمان كان فيه ثلاث تحديات أو إشكاليات كتير كبيرة بتتعرضو لها الأشخاص ذو الإعاقة والتي تعتبر حتى أساسيات مقبل ما ندخل على حقوق الصحة الجنسية وإنجابية زي الحق في الزواج مثلاً فيه إشكالية كتير كبيرة بحصول أصلاً أو يعني الزواج للأشخاص ذو الإعاقة بشكل عام فيه إشكالية بتتعلق باستئصال الأرحام للإعاقات الذهنية فيه إشكاليات بتتعلق كمان بأنهم هم ما بيخرجوا وبالتالي فيه إشكالية كمان بوصولهم للمجتمع بشكل عام وبالتالي الخدمات رح نتحدث أكثر بتفاصيل حول هذه الأمور ولكن هلأ منروح لفاصل قصير ومن ثم منعود لحتى نكمل باقي فقراتنا بصحتنا حياة وحديثنا عن الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة أهلا وسهلا فيكم من جديد مكملين بالحديث عن موضوع الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة ومدى وصولهم إلى حقوقهم والتلقيهم الخدمات إذن نقول دائما بأن المواطنة هي الحقوق والواجبات فإذا ما قدم المواطن واجباته فمن المفترض أن يتلقى حقوقه والآن نتحدث عن جوانب القصور في السياسات والتشريعات تحديدا هنا في فلسطين بما يتعلق بهذا المحور تحديدا وهو الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة وأبد بالبدء مع حضرتك أستاذة مي على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية أكدت على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأكدت على أن يكون في فرص متساوية وحقوق متساوية على أساس مبدأ المشاركة في الفرص لا الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أنه هناك إشكالية حقيقية فيما يتعلق ومعضلة حقيقية فيما يتعلق بالنفجوة ما بين القوانين والتطبيق وأيضا المعضلة الثانية هي التوجهات المجتمعية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ونظرة المجتمع الدولية اتجاه هؤلاء الأشخاص هناك الكثير من القصور في القوانين المطبقة على رغم من أنه في عنا قانون رقم 4 على سنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو الإطار العام والأشمل للحقوق والالتزامات التي تقع على عاطق الجهات في حال مخالفتها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن هذا القانون فيه العديد من الثغرات التي تم إغفالها في النص عليها من هذه الثغرات أولا فيما يتعلق بالموائمة الموائمة تم النص عليها ولكن على أرض الواقع لم تترجم للأسف الشديد على رغم من أنه تم إقرار ونشر هذا القانون ووجود قرار من محكمة العدل العليا بشأن البيئة الموائمة أيضا فيما يتعلق بالقانون بأنه لم يتطرق العقوبات أو الانتزامات الملقاة على عاطق الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون أو في حال انتهاك أي حق من حقوق القانون لا يوجد أي عقوبات مذكورة في هذا القانون فهنا يعتبر إشكالية حقيقية في القانون المذكور إضافة لو كمان عرجنا على القوانين الأخرى التي اتطرقت في بعض موادها لأشخاص ذوي الإعاقة على سبيل المثال انحقبي العمل نجد بأنه انحقبي العمل في عنا قانون العمل الفلسطيني لسنة الألفين هذا القانون أعطى نسبة معينة لأشخاص ذوي الإعاقة لا تشغيرهم وأيضا هذا القانون عرف في المادة الأولى المعوق وفقا للتسمية القانون بشكل مخالف للتعريف الموجود في قانون حقوق المعاقين فنظر للشخص المعاق على أساس من زاوية العجز وليس من زاوية القدرات فهنا يعتبر إشكالية بالإضافة إلى الواقع العملي لو نشوف في بيئة العمل نشوف في أنه في عنا تمييز بالإضافة إلى أنه في عنا غياب فرص التوظيف العادل في داخل بيئة العمل التمييز بشكل عام ضد الأشخاص ذوي الإعاقة موجود يعني لا يمكن إنكاره فإذا ما تحدثنا أكثر عن النساء ذوي الإعاقة وهنا أود أن أنتقلنا حضرتك أستاذا حلا يعني بناء على الدراسة التي قامت بها جمعية نجوم الأمل ما هي أبرز القصور في التشريعات والقوانين ودعينا نخص بالذكر النساء ذوات الإعاقة وما هو واجب هذه الجمعيات في إذكاء الوعي المجتمعي حول هذا النوضوع في البداية نعرف أنه إذا كانت توقيع على اتفاقية فالدولة ملزمة بتطبيقها في تشريعاتها المحلية فيما يتعلق بموضوع السحل الجنسي والنجابي خلينا أبدأ في أبعدين نحكي عن النساء ذوات الإعاقة في قانونين أساسيين المفروض ينظموا هذا الحق أول قانون هو القانون السحة العامة اللي هو رقم 20 لسنة 2004 المفروض أن يكون فيه بنوض بتنص على السحة الجنسية والنجابية إذا كان فيه ترجمة لهذا الحق في القانون والشقة الثانية القانون المتعلق بيه اللي هو رقم 4 حقوق المعاوقين لسنة 1999 إذا ما نحكي عن الأشخاص ذوات الإعاقة إذن فيه قانونين هذول القانونين مفروض يمكن فيهم ترجمة لهذه الحقوق تمام، القانون الأول اللي بتعلق بصحة العامة تطرق هذا القانون لمجموعة من الخدمات أو التدابير اللي المفروض أنها تكون موجودة في مجال الصحة من بينها عدة مواد تطرق لهم بس كانت الإشكالية الأساسية في هذا القانون أنه كان بيحكي عن صحة الطفل والمرأة ما كان بيحكي مثلا عن صحة المرأة حتى الإنجابية منها كان بيحكي عن سلامة بالنسل تطعيمات اللي هي الفحوصات ما قبل الزواج وبالتالي هو القانون كمان قديم ممكن نحكي بنظرته لمفهوم الصحة الجنسية والإنجابية فهو رايح أكتر إنجابي وحتى مش بالإنجابي الشامل يعني مثلا صحة المرأة ما بعد الرضاعة ما في تطرق إلها يعني هو بيحكي عن مثلا صحة المرأة ما قبل الإنجاب وأثناؤه وفترة الرضاعة تمام؟ بعدين بيحكي عن نمو الطفل وتطوره فبالتالي الاهتمام أكثر بالنسل وبالطفل ما فيه اهتمام بالمرأة ما فيه اهتمام بالرجل كمان إذن هنا قصور بشكل عام؟ النساء الضوات الإعاقة ليست موجودين في القانون نهائيا يعني ما فيه إشارة للنساء الضوات الإعاقة في القانون بشكل أساسي ولا كمان فيه قانون صحة ولا فيه قانون لمعوقين مذكورة هذا بناء على الدراسة التي قامت بإعدادها جمعية مصر صحيح كان فيه تطرق لتحليل لهذا القوانين وتشعة المحلي هذا القانون الأول قانون حقوق المعوقين ما كانش فيه ذكر لصحول حقوق الصحة الجنسية والإنجابية فبالتالي تفهم الألفة يعني هناك ما فيه إعاقة والقانون حقوق المعوقين مش أصلا مشير لحقوق الصحة الجنسية والإنجابية فهي كانت أهم الفجوات الموجودة وبالتالي إذا أنا بدي أحكي عن سياسات أو تنفيذ يعني مش هيكون موجود يعني من المفروض مراجعة هذه السياسات والتشريعات ومن أجل إدراج هذه السياسة المهمة جدا وحمايتها يعني نحن عندما نتحدث في هذه المواضيع ونتحدث عن قوانين ونحدث عن كل هذه الأمور والجوانب لدينا هدف لربما إنساني بالدرجة الأولى وقانوني بالدرجة الثانية وهو حماية هذه الفئة بشكل ضروري وهنا من الواجب أيضا أن نتحدث عن مشكلة الوصول يعني لا ربما أستاذ مايو مشكلة الوصول إلى المؤسسات ذات العلاقة بالنساء دوات الإعاقة من أجل ربما إذكاء الوعي عندهم للمطالبة بحقوقهم لمعرفة أساسا ما هي حقوقهم إن موجدت عشان نعتبر بأن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ممكن أنا أوصل لإلها بأعلى مستوى ممكن المفروض يكون في عندي عدة بروض أساسية أولا أن يكون في التوافر أو تتوفر هذه الخدمة ثانيا أن يكون في إمكانية للوصول المادي وهنا نحكي عن الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالموائمة وبالإضافة إلى إمكانية الحصول على المعلومات هذه معنى جدا مهمة موضوع الوصول إلى المعلومات بالضبط وكمان الخدمات تكون ذات جودة ونوعية جيدة وتكون مقبولة بالإضافة إلى أنها تكون ملائمة أي إنها تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة للأسف الشديد في كثير من العوائق المادية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء حصولهم على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية هي ممكن تكون عوائق مادية بتتعلق بالموائمة في المباني في المرافق الخدمات وأحيانا لو كان في موائمة وتمكن هذا الشخص من الوصول ممكن يكون في معيقات مالية أو اجتماعية أو نفسية تمنع الشخص ذوي الإعاقة من الوصول ممكن يكون أصلاً ممنوعي يتلع من البيت بالضبط كمان فعلاً لعوائق الاتصال تعتبر أحد العوائق الرئيسية التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة يعني لما نحكي عن إمكانية الوصول أو الحصول على المعلومات هنا نحن نحكي بأن لازم يكون في عندي مثلاً على سبيل المثال ما في عندي مواد مكتوبة وفق شكل أو أنماط بتسهل عملية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة ما في عندي لغة الإشارة لأشخاص ذوي الإعاقة حتى يحصلوا على المعلومات التي يعتبر حق من حقوق الصحة الجنسية والإنجابية فأغلب المؤسسات هي غير مهيئة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوع إعاقتهم يعني لغة الإشارة مطلوبة حتى موائمة الأماكن يعني من الممكن أن يكون هناك عزف الحركة عزفة يعني العديد من الأمور والجوانب يجب تغطيتها من قبل المؤسسات التي تقدم هذه الخدمة لنساء ذوات الإعاقة أنتقل لك أستاذة حلاوة نتحدث أيضا عن الشف في الدراسات يعني لربما الدراسات هي تطرح الأمور على أرض الواقع وتصيب يعني عين الحق بما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية لأن نساء ذوات الإعاقة فجمعية نجوم الأمل كانت دراستها من النواذر دعيني أتحدث إذا ما كانت من أوائل الدراسات بما يتعلق بهذا الموضوع وحتى أنها طرحتها أيضا في دولة مصر فحدثينا عن موضوع شح الدراسات في هذا الموضوع صحيح يعني ما فيه اهتمام بشكل عام بالنساء ذوات الإعاقة تحديدا والأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإحصاءات والعديد بين الجوانب اللي بتناقش قضاياهم اجتماعيا كمان من خلال إعداد الدراسة كان فيه إشكالية كتير كبيرة في أنه نجمع مصادر حتى في إطار مراجعتنا الأدبية خلال الدراسة عن النساء ذوات الإعاقة وواقعهم فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية هو الموضوع الصحة الجنسية والإنجابية كمان من نادر الحديث عنه أو كتير متطرق إليه في الدراسات وبالتالي لما بنحكي عن صحة جنسية والإنجابية ونساء ذوات إعاقة كان فيه إشكالية كتير كبيرة بزلوبت يمكن حلاء أكتر إشي يمكن بتروح الناس أو المؤسسات للعنف الواقع على النساء ذوات الإعاقة أما موضوع الصحة الجنسية والإنجابية مش كتير طب بناءًا على الدراسة تتوقع ليش هذا الموضوع يعني هو بشكل أساسي لأنه زي ما بتعرفي خلينا أقول أولويات في الحقوق فيه إشكالية كتير كبيرة إذا أنا بتعرض العنف بشكل أساسي يعني هاي بداية أنا بخلص العنف بعدين بنتقل الحديث عن الأشياء الأخرى يعني يمكن الدراسة ما تطرقت لهذه الفكرة بس أنا بتوقع أنه هذا جزء المهم يعني أنه إحنا في عنا ظاهرة العنف كتير واضحة تسجاه النساء ذوات الإعاقة وبالتالي إذا أنا كان كمرأة ذات إعاقة معنفة مثلاً ما كان يستقبلني على مستوى نظام التحويل بسرحة تطلع على حقوق الأخرى بزبط ففيه إشكالية كتير كبيرة في موضوع الحماية وبعتقد أنه جميلة نجوم الأمل كمار كان في عندها دراسات بتعلق بهذا الموضوع حكينا أيضاً عن طرح الدراسة في مصر وحتى أنها نالت الإعجاب بجرؤيتها وأيضاً طرح لهذا الموضوع صحيح كان في مؤتمر متعلق بالمرأة ذات الإعاقة في مصر كان ضمن مجموعة من النساء ذوات الإعاقة المشاركات طرح فيه كتير من الأوراق البحثية كمان اللي بتتعلق بقضايا الليها علاقة بالاستغلال الاقتصادي كتير من القضايا اللي بتهم النساء ذوات الإعاقة الورقة عرضت بطولة مستديرة على هامش المؤتمر ضمت مجموعة من النساء ذوات الإعاقة من مختلف البلدان العربية وكانت زي جلسة نقاش أو تحاور استمعنا لتجاربهم بشكل تبادل أنه شو رأيهم بحقوق صحة الجنسية والنجابية وكيف يشوفها في بلدانهم بس كان واضح أنه هاي المواضيع فعلاً غير مشارئ لها في كتير من هاي الدول على الرغم أن هي مطروحة ولكن على مستوى قليل في الدراسة مثلاً نحن اضطرنا حتى نلجأ للتحقيقات الصحفية عشان نأخذ مصادر تتعلق مثلاً بالإشكاليات التي توجهها لساء ذوات الإعاقة لأنه فعلياً ما كانش في دراسات إلا علاقة بهذا الموضوع بشكل أساسي نعم يعني منتقل لحضرتك ومنتحدث أيضاً عن أهمية مقارنة ما بين تطبيق الاتفاقية هنا في فلسطين والاتفاقية طبعاً الأشخاص الطبيئة الإعاقة واللي وقعني عليها في العام 2014 مع باقي الدول وأهم المعيقات على المستوى الفلسطيني تحديداً بما يتعلق بالتشريحات وأيضاً القوانين تم التوقيع على الاتفاقية الدولية بدون أي تحفظات في عام 2014 كانت هذه الاتفاقية بالضم العديد من الحقوق والانتزامات التي تقع على العاطق دول الموقع عليها وكان في بروتوكول اختياري ملحق بهذه الاتفاقية طبعاً واجب على الدول التي تكون بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية بأنها تكون برسال تقارير عن واقع والتحديات التي تتواجهها أثناء تطبيق هذه النصوص الاتفاقيات الدولية في الدولة من بين نحن نعرج على بعض هذه الحقوق على أرض الواقع فيما يتعلق مثلاً بالحق بالتعليم الحق بالتعليم هو حق من حقوق الصحة الجنسية والإنجابية وواقع هذا الحق أكدت العديد من الاتفاقيات الدولية على أنه حق أساسي وبالتحديد المادة 13 من اتفاقية حقوق الأشخاص ضوي الإعاقة نصت على ما يسمى بالتعليم الجامع على كافة المستويات للأشخاص ضوي الإعاقة ولكن وأيضاً قانون الطفل الفلسطيني تحدث عن التعليم للأشخاص ضوي الإعاقة أو الطفل الذي يكون من الأشخاص ضوي الإعاقة أنه يكون في إمكانية للوصول وسهولة الوصول وتوفير عاملين مؤهلين ومدربين للتعامل هذا ما نصت عليه الأشخاص ضوي الإعاقة هذا يعتبر حق من الحقوق التي تم التطرق لها في الاتفاقية الدولية ولكن على أرض الواقع نشوف بأنه في صعوبة للأشخاص ضوي الإعاقة بتسيير الإجراءات ومشاركتهم في الإجراءات القانونية وبتقديم الشكاوى للجهات المختصة نعم يعني أستاذ مي هناك نظريات ولكن لا يوجد تطبيق على أرض الواقع وهناك إذن فجوة ما بين ما هو على الورق وما هو مطبق على الواقع إذن نروح لفاصل قصير ومن ثم نعود لحتى نكمل موضوعنا عن الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة ابقوا معنا من جديد مكملين حديثنا عن الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة والآن نتحدث بتفاصيل أكثر عن التحديات والفجوات أيضا في السياسات والتشريعات والقوانين المحلية والدولية الملتزمة بها الدولة ما بين الواقع والقوانين والجديد بذكر أيضا أن نعرج على الاستراتيجية الوطنية الصحية بتفاصيل يعني تفضل إستاذ أحلى في البداية إحنا كنا ذكرنا الفجوات على نطاق التشريعات المحلية فلنحكي على مستوى الغرافة صحيح الإشي الأساسي اللي لازم يكون موجود في حال أنه إحنا بدنا نطبق قانون يعني حتى لو كان في القانون متضمن مثلا النساء ذوات الإعاقة فرضا في مجال الصحة الجنسية والإنجابية المفروض أنه يكون مرفق مع القانون لائحة انفيذية تضم برامج مفصلة أكتر بتحوي على تدابير لها علاقة بإمكانية الوصول كمان للخدمات هذا لو كنا بنحكي عن وجود تلعب أو تضمين للأشخاص ذو اللي أعاقب بمفهوم شمولي أنه يكون فيه تدابير نحن لا يوجد لائحة انفيذية بتتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية مثلا وهذا بتعلق طبعا لأنه فيه قصور أصلا على مستوى التشريع الأول يعني بشكل الأساسي الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية 2018-2022 هي كانت يمكن الاستراتيجية الأولى التي أشارت للنساء ذوات الإعاقة ولكن الاشكالية كانت في هذه الاستراتيجية تتعلق بأنها ذكرت النساء ذوات الإعاقة بطريقة أولا ذكرت مرة واحدة واستخدمت مصطلح المرأة المعاقب في الاتفاقية وجاءت من ضمن الحديث عن الفئات المفروض أنها تتلقى خدمات الصحة الجنسية وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين الاشكالية الأساسية التي كانت موجودة بهذه الاستراتيجية كانت بالتعامل مع الصحة الجنسية والإنجابية بشكل عام من منطلق غير حقوقي يعني من منطلق خدمة من المفهوم الحق؟ ليس من مفهوم الحق من مفهوم خدمة أنا أقدم لكم خدمة والخدمة مختلفة تماما عن الحق الحق هو ملزن الحق بتضمن أنه أنت لازم توفر الخدمة بشكل مستدام لكل الفئات بما يراعي خصصية كل فئة أو بالتالي تكلفة معينة إمكانية وصول إذا بنا نحكي عن أشخاص ذوي الإعاقة موائمة حتى في التوعية عن الخدمة المفروض أن يكون كمان في ولقان هم الشمولي أيضا أستاذ الحلالة ونتحدث عنه يعني فيما يتعلق بالموائمة وتقديم الخدمات المفهوم اللي استخدمته الدراسة هو مفهوم ملامة صحة العالمية اللي صحة الجنسية والإنجابية واللي هو بحكي عن ثلاث نقاط أساسية خلينا أحكي والرفاه والسلامة الجسدية الكاملة في كل ما يتعلق بالجهاز التناسلي الحق في الخيار في ما يتعلق بالسحة الإنجابية مثلا عدد الأولاد أو أوقات وقت الإنجاب كمان إمكانية الوصول للمعلومة كانت كثير مهمة في هذا المفهوم أنه أنا بدي أوصل للمعلومات سواء في الإنجاب أو في ما يتعلق بالسحة الجنسية كمان وحتى أنكم أخذتوا في الدراسة ما يقارب الخمسين مؤسسة في الضفة الغربية وقطاع غزة وكانت تتنوع ما بين حكومية وأيضا مجتمع مدني في إطار منهجية الدراسة صحيح احنا اخترنا تقريبا مئة واثناشر مؤسسة عاملة في مجال الإعاقة النوع الاجتماعي وكمان الصحة اخترنا من بينهم خمسين مؤسسة ثلاثين فيها من الضفة وعشرين في قطاع غزة كانت أهم المؤسسات العاملة أو القريبة على صحة الجنسية والإنجابية ومع ذلك 36% فقط من هذه المؤسسات كانت بتقدم خدمات مباشرة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والباقي يعتمد على كان في 64% تقريبا بقدم خدمات توعوية بس أغلبها كانت رايحة كمان لما يتعلق بالعنف سي ما حكينا حتى في الخدمات المباشرة كمان كان فيه تواجه نحو العنف مش معناها طبعا أنهم يقدمون خدمات تانية بس كان فيه تواجه كتير كبير لخدمات التي تتعلق بالعنف نتحدث عن صحة جنسية والإنجابية ونحكي اعتداء جنسي في المقابل بالتأكيد المفهومان مرتبطان ببعضهما البعض نتقل لحضرتك أستاذة ميوة بطبيعة الحال نحن نقول بأن الصحة للجميع عدالة ولكن الحصول عليها دون تمييز هو المسوافة نتحدث على موضوع الوصول لحقوق الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة والتوصيات من طبع الحضرتك مستشارة قانونية في مؤسسة تعمل لا ربما على الأرض وعلى أرض الواقع مع هذه الفئة حتى يكون في تعزيز لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية للوصول للخدمات المفروض أن يكون الشغل على أكثر من مرحلة أو على أكثر من جانب أول شيء فيما يتعلق بالجانب التوعوي بأنه يكون تفعيل لدور وسائل الإعلام بالتوعية ونشر الوعي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الدوء أكثر على العنف الموجه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكون فيه تغيين للتصورات المجتمعية والنظرة المجتمعية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة الجارب الثاني المفروض أن يكون عليه الشغل هو الجانب التشريعي بأنه يكون فيه مراجعة لكافة التشريعات النافذة نحاول أن نزيل الفجوة ما بين التشريعات وما بين الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها ومش أنا بدي كمان قانون ومش مطبق أنا بدي يكون فيه تطبيق للقانون ويكون فيه رقابة على تطبيق هذا القانون وبالإضافة فيما يتعلق في الجانب القانوني للأسف الشديد هذا يمكن من ضمن التوصيات لأنه فيه إشكالية حقيقية فيما يتعلق بقصور الثقافة القانونية وقصور الثقافة القانونية هي موجودة عند الأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم يعني الشخص ذوي الإعاقة ما بيعرف شو حقوقه الموجودة في القوانين فبالتالي لازم يكون فيه رفع الوعي كمانا وانسمحتي لأستاذ هون لربما أيضا من الواجب بناء على الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الأشخاص ذوي الإعاقة إحدى بنودها تقول بأنه يجب إذكاء الوعي وتعزيز أيضا الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة وهنا لربما نثني على النقطة التي ذكرتها حضرتك بالضبط وكمان نقطة فيما يتعلق بإمكانية الوصول التي أحيانا نحكي فيها وهي تذليل المعيقات السلوكية من خلال لما يكون مقدم الخدمة فيه عنده إدراك محدود لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو فيه وصل متميز هون لازم يكون فيه تدريب كافي لمقدمين خدمات للأشخاص الذين يقوموا بإنفاذ القانون لحتى يمكن الشخص ذوي الإعاقة من أنه يوصل ويحصل على الخدمة بالإضافة لإدراج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطط وسياسات المؤسسات التي تعنى بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبالبرامج والخطط الوطنية بما يتماشى مع حقوق الإنسان وأخيراً أحب أن أعرج على نقطة بأنه يكون فيه توحيد للمصطلحات والمفاهيم فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء من قبل مقدمي الخدمات من قبل المجتمع ككل لأنه في عنا إشكالية حقيقية في هذا الموضوع صحيح بيت القصيد هو الشخص من ذوي الإعاقة هو يجب أن نختار المصطلحات التي تناسبه والتي تناسبها أيضاً نفسياً وعلى الدول الأطراف التي وقعت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لكافة التطوير الكامل والتقدم وأيضاً من أجل تمكين هذه الفئة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوي الإعاقة يعني أنتقل لحضرتك وأيضاً تحدث عن التوصيات التي أبرزتها الدراسة بما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية لنساء ذوي الإعاقة بفلسطين وأود أيضاً أن أعرج على نقطة لربما كنت تودين أن تشمليها وهل سنرى دراسات مستقبلية من قبل جمعية نجوم الأمل تتعلق أيضاً بإذكاء الوعي المجتمعي ويعني لربما رفع الوعي حول الحقوق الصحية الجنسية والإنجابية لأهل ذوي الإعاقة طبعاً في البداية كان مهم يمكن أذكر من قبل كمان أنه من نتائج الدراسة أبرزت الدراسة أصوات النساء ذوي الإعاقة التي تتعلق بكمان تجربتهم مع خدمات السلحة الجنسية والإنجابية كان في ثلاث نقاط أساسية يعني خرجت فيها الدراسة هي أولاً أنه نساء ذوي الإعاقة ما كان عندهم معلومات عن وين بتتقدم خدمات السلحة الجنسية والإنجابية وحتى على مستوى المفهوم ما كانت إش موجودة ويمكن زي ما حدثت زميلة مايفي عندنا إشكالية في الوعي ولكن إشكالية الوعي عادةً تعتمد مش على شخص ذوي الإعاقة نفسه هي بتعتمد كمان على قديش إحنا في توعيتنا أو في برامجنا التعاوية بنكون نوائمين لجميع أنواع الإعاقات ونحن نكون مستهدفين كمان الأشخاص ذوي الإعاقة في برامجنا التعاوية وبالتالي هاي نقطة لازم يكون في شغل عليها أنه قدش إحنا في التعاوية بنوائم وسائل التعاوية اللي نحن بنقوم فيها النقطة الثانية اللي طلعت فيها دراسة أنه النساء ذوي الإعاقة اللي يجربوا خدمات السلحة الجنسية والإنجابية وتحديداً للإنجابية يعني إحنا نحكي عن نساء ذوي الإعاقة بتلان يعني جربوا الولادة والحمل حتى في المؤسسات الصحية الرسمية خلينا أقول المستشفيات يعني حتى المستشفيات اللي هي مفروض مكان صحي بقدم خدمات صحية دائمة كان في إشكالية فيها بالموائم تماماً يعني أستاذة لو تذكرنا تماماً كيف رصدت الدراسة أسوات النساء ذوي الإعاقة اللواتي تعرضنا لانتهاكات مباشرة ربما لحقوقهم صحيح الدراسة عملت أربع مجموعات بؤرية تنتن بالضفة الغربية وتنتن بغزة ضموا مجموعة من نساء ذوي الإعاقة اللي كانوا من مختلف الأعمار ومن مختلف كمان يعني كان في حالة اجتماعية مختلفة متزوجات وغير متزوجات وغيره كان في إشكالية زي ما حكيت في الوصول للخدمة من ناحية الموائمة كمان كان في إشكالية في الوعي أو الإعلان عن الخدمات وطالبهم ما يعرفوش عن الخدمة معناتها في إشكالية في الإعلان عنها ما كان في خدمات موائمة كان في بروشيرات مثلا متتوزع بالصحة بس البروشيرات ما كانتش موائمة لكل أنواع الإعاقة مثلا إذا كانت إعاقة بصرية كيف لنساء ذوات الإعاقة بالتعرف عن أبرز حقوقهم يعني إذا لم تكن موجودة بلغة إبريل صحيح النقطة الثانية كانت أنه الطاقم الصحي يعني كان في بعض التجارب للنساء ذوات الإعاقة اللي يتعرضوا للانتهاك من الطاقم الصحي من ناحية الوصم الاجتماعي تجاه النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوية الإعاقة بشكل عام فكانت في أنتهم تجارب كثير سيئة مع الموضوع بالإضافة كمان للانتهاك الخصوصية للجساد واللي من ضمن كمان يصل بالحقوق الصحة الجلسية والإنجابية يعني من ناحية مثلا اللباس اللي كانوا يلبسوا وين بتتقدم الخدمة يعني بعض النساء اضطرت إنها تلبس مريول مثلا المريول اللي هو تعرفي اللي هو علاقة بالعمليات بالمور مثلا فيه تعامل ما كانش لائق يعني فيه انتهاك لحرمة الجسد للنساء ذوات الإعاقة كان فيه وصمي تجاه الإعاقة تحديدا يعني تعاني الغير لائق مع النساء ذوات الإعاقة طبعا أنا بحكي شي إنه تجارب هاي معممة كان فيه تجارب إيجابية طبعا ولكن أغلب النساء ذوات الإعاقة كان فيه عندها هاي التجارب فبالتالي إذا أنا بدي أحكي عن توصيات بشكل أساسي إحنا بنا نحكي عن مستوى التشريعي والسياساتي لازم يكون فيه تشريعات شاملة للأشخاص ذو الإعاقة ولازم نركز عن نساء ذوات الإعاقة بشكل بشكل أساسي لأنهم بتعرضوا لكمان عنص مضاعف يعني هم يفتح مريز على الزبط مركب على أساس الإعاقة وعلى أساس النوع الاجتماعي كمان فبالتالي حتى في السياسات والقوانين يكون فيه إشارة أو تخصيص للنساء ذوات الإعاقة بشكل محدد أو حتى تمييز إيجابي بشكل عام في هذا الجانب كمان نشتغل على موضوع التوعيل والخدمات بشكل عام هدوه نعم هذه التوصيات نتمنى من الجهات المعنية بأن تأخذها بعين الاعتبار نختم مع حضرتك بأن حضرتك مستشارة قانونية يعني ذكرته الأستاذة حلاء وما يتعلق بالتمييز الإيجابي وأيضا دور الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني في لربما التأكيد على هذه الرسالة السامية التي من شأنها أن تدعم فئة مهمة جدا من فئات مجتمعنا الفلسطيني يعني بدرجة أولى المفروض أنه يكون في ضمن سياسات وقطط هذه المؤسسات بأنه يكون فيه إدراج لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه السياسات للمؤسسات التي تعمل بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بالإضافة لأنه يكون فيه إشراك للجمعيات التي تعمل بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفيه وضع الخطط والبرامج التي تهدف لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأكيد بكل تأكيد أنه نحن نقمن بأنه يكون فيه مواقع من هذه المؤسسات بشكل بحقق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوع عاقتهم للمؤسسات التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية نعم بالتأكيد هذه العملية هي عملية تكاملية ومن شأن تحقيقها هو التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وبشكل أخص وأكثر دقيق أيضا المؤسسات الحقوقية والجمعيات إذن أشكركم جزيل الشكر على وجودكم معنا الأستاذة حلا علي باحثة في جمعية نجوم الأمل لتمكين نساء ذوي الإعاقة وأيضا أستاذة مي عواد مستشار قانوني في جمعية تنظيم وحماية الأسرة شكرا لوجودكم معنا ونأمل ونتمنى أن تأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار وأن تنتقل هذه القوانين من التشريعات أو عفوا هذه القوانين والتشريعات من الأوراق إلى التطبيق الفعلي والعملي إذن كانت هذه الحلقة دمنا برنامج صحة ماحيا شكرا لكم على حسن المتابعة كنت معكم أنا لنا عود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر